طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة كوك برمز صفر فاصلة او برمز سي او كيو بتعر صفر فاصلة خمسة صفار بنين اربعة بوط العملة من 17 بالمية ماركت كاب مية وثمانية ستين مليون اه تقريبا برانك ثلاثمية سبع وعشرين ووليم يومي اربعة ثلاثم مليون طبعا اللي تابعنا اول مرة يا مرحبا بك هذي قناتنا في تليجرام قناتنا مهتمة بالاخبار وتحليل عملات ونحط صفقات ايضا وعندنا خدمة دارة الحساب اللي يتميز فيها هني عندنا واحد من الشباب ربحان تسعة وخمسين الف دولار من خلال اللي هي صفقة في السبوت من خلال اللي هي خدمة دارة الحساب تسعة وخمسين الف دولار اللي هي شوفها هني واضحة المهم بخلاف اللي هي الصفقات الاخرى عندنا هني شخص اخر ربحان في صفقة اخرى واحد وخمسين الف دولار من خلال هذه الصفقة طبعا هذا بخلاف الفيوتر عدنا هنا واحد من شبه ما شاء الله 18 الف دولار من خلال الفيوتر طبعا كل هذا في خدمة دارة الحساب وبخلاف قناة العملات الاستثمارية والاكتدام طبعا لوني يشوف هذا عملتنا في عملة اللي هي الكوك اه اه اينو برامز اللي هو كيو اه سي او كيو زين طبعا اذكر كنا حاطيها الصفقة حيث ان شفنا العملة ان يستهبط هذا الشكل موجه هابطة حطينا صفقة في هذه الاماكن قلنا العملة مجرد ما تدخل تنزل في هذه المستويات ندخل وان شاء الله راح تصعد وتحقق المرجوم يعاد الاختبار وتحقق معين حتى نشوف حتى يعاد الاختبار واضح لنشروح نشوف الفيديو السابق اللي تكلمنا فيه عن العملة نبدأ اياه نشوف العملة ممكن تبدأ تهبط تكتبر الدعم هذا مرة اخرى بعد ذلك بتتجه للمقاومة هذي او الترند وايضا سن يوجد مقاومة على هذا السعر اساسا شوفانيه قريبا هنيه 0.5010 قريبا هدف اول بيكون على سعر 0.5010 هدف اللي بعده 0.5011 اللي بعده 0.50126 بعد ذلك 0.5025 دايما العملات اللي مثل هذي هي هذي الصفقة لوني يشوف نفس الشيء لله الحمد نفس المكان العملة عطتنا نفس النموذج اللي توقعناه لله الحمد حتى كملت يعني اللي دخل معانا حقق معانا تقريبا اللي هو ضعف وثمانين بالمئة تقريبا يعني واللي استمر فيها لان القمة تقريبا حقق نقدر نقول اثنين اكس وستين بالمئة طبعا يستهلون الله يبارك للجميع وعقبال الباقين طبعا انا اشوف العملة حاليا في ترنت صاعد خلاف الهبوط اللي صار الان الهبوط الاضطراري طبعا هذا الهبوط يخص البيتكوين لوني يشوف هذا تشارت البيتكوين على شمعة الاربع ساعات هذا تشارت عملتنا في البيتكوين هذا تحليل البيتكوين اللي دايما نحدث عليه دواني طبعا البيتكوين ما بداية مش هنروح على شمعة الاسبوع نبقي نظرة شفتوا الاترند هذا ترند الصاعد هني البيتكوين خرج منه صح هني لوني يشوف البيتكوين خرج منه الاغلاق ويعتى الاختبار والاغلاق والاستمرار والبقاء في هذا المستوى انا بالنسبة لي وعدم الهبوط ادنى لترند هذا والبقاء اعلى يعني حركة صاعدة قوية حلوين حلوين يعني مثل ما نقول البيتكوين نيبقى بهذا السعر واعلى ممتاز خنا ننزل لحيين على شمعة الاربع ساعات نحدث على الموضوع اه طبعا نحتاج ان البيتكوين يستقر اعلى اللي هو اللي ترند هذا الترند لاين ما ينزل عنه خنا بنغير اللون بحيث انه يكون واضح هذا البرتقالي مهم جدا ان البيتكوين ما ينزل لكن لو نشوف على شمعة الاسبوع البيتكوين سوي عدت اختبار بشكل او خلنا حذف انا ما نبدأ قبل ذلك خلنا نروح لشمعة الاسبوع الاربع ساعات صفقة اللي هي او عملة الهدف اللي هو نموذج الراية اللغة بحيث انه تم ضرب الستبلوز ونزلت لأدنى هذه المستوى نموذج الراية ما الغاي في عملة البيتكوين لان اللغة عن طريق البيتكوين لما نزل مع ان الهدف كان خمسة وتراثين سبع و خمسة سبعين الف زين حين شذي بيكون مثالي يوضح شوفوني كيف على الترند عاليا سوي عدت اختبار يعني هنا يصعد عدت اختبار انا بالنسبة لي اغلاق السبوعي اعلى الترند لاين هذا للبيتكوين يعني البيتكوين بالنسبة لي يستمر في الصعود مهم جدا البيتكوين ما ينزل اذنى اللي هو الستين الف وثلاثمائة تقريبا او او ستين الف واربعمائة بعد افضل عشان يكون اضبط الرقم ستين الف واربعمائة يعني ما يغلق اغلاق يومي ولا اسبوعي الاسبوعي هو الاهم يعني غلاق اسبوعي ادنى ستين الف عشان نكون اوضح ستين الف يعني انا نتوقع بيصير فيه ممكن هبوط لكن البيتكوين يغلق فوق هذا السعر فوق الستين الف راح يستمر الصعود والله اعلم المهم فمبدئيا الحركة اللي صارت انا ذكرت هذا الشي وراح اذكرنا ولديد البيتكوين في البرن راح يتحرك في هذا الشكل كيف يعني يعني يصعد 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 نزول بعدين يرجع يصعد 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 نزول هذا الهدف لك وداه لك وداه لك وداة الفيوتر فهذه عادات الـ هذا ترحيب ترحيب الـ في المستثمرين فدائما أصحاب الفيوتر يحذرون جدا 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 لأن القادم أمر وأصعب لأن أنت بتفرح بتشوف عملك ربحت بتشوف السوق نزل فيك تربح نزل فيك إلك ودك فأنا بالنسبة لي الفترة هذه الـ spot أفضل شيء وأريح شيء لأن الناس اللي تهوى الفيوتر يعني أحذروا كذلك خلصنا مش خلصة خلصنا موضوع البتكوين هنرجع لعملة اللي هي الكوك تقريبا مبدئيا أنا العملة أشوف حاليا هي على دعم قوي يعني مش بس دعم قوي منطقة طلب وهو بيكون على هذا السعر تقريبا العملة منطقة طلب تقريبا هني شو هذه المنطقة منطقة الطلب مهم جدا أن العملة ترجع تصعد فوق سعر اللي هو ترجع تصعد فوق سعر صفر فاصلة خمسة صفار خمسة وعشرين سبعة مهم جدا أن ترجع فوق هذا السعر اللي هو رجعت فوق هذا السعر يعني أوكي طبعا شمعة الاثناشر ساعة أنا حاط حتى شمعة اليوم يعتبر جيد يعني شمعة اليوم اللي هو تقريبا راح تغلق بعد جريب الأربع ساعات غلاق أعلى منطقة هذي يعني استكمال الصعود غلاق أدنى هذا المستوى أدنى الدعم يعني عقوب السيء المقاومة بتنزل العملة لصفر فاصل خمسة صفر وواحد ستة فبعد ذلك ممكن نشوف العملة تنزل للمتوسط الأسي خمسين على شمعة اليوم بتنزل ممكن لسعر صفر فاصل خمسة صفر خمسة ثمنتعش خمسة ممكن هني ترجع حاولة صحت يعني أنا بنسبة لي العملة مهم جدا أن ترجع الآن السوق ما يتحمل صفقات أوكي لو نحن بتبع تدخل تدخل سبوت فيوتشر حاليا بتعدو على فيوتر ممكن تدخل سبوت برقم صغير جدا بحيث أنه لو ارتد صعدت العملة أنت تكون دخلت يعني لو دخلت في هالي المنطقة بمكانك أنت في كل مكان تتعزز يعني هني هدف يعني أيضا دخول يعني أنا بحط الأماكن الدخول الجيدة يعني حاليا يعني لو بحط صفقة بحطني لهذا السعر على سعر صفر فاصلة خمسة صفار تقريبا بنقول ثمانية سبعة صفر فاصلة خمسة صفار واحد ثمانية سبعة دخول ونعزز في كل هبوط لأنه سبوت ونحدد أماكن التعزيز بعد ثماني بس الهدف بيكون تقريبا القمة السابقة مجرد ما تكسر العملة القمة السابقة يعني انفجار في العملة مجرد ما العملة تغلق تغلق أو تغلق فوق سعر صفر فاصلة خمسة صفار أربعة يعني افجار التعزيز بيكون على السعر تقريبا صفر فاصلة خمسة صفار أربعة عشر وآخر منطقة اللي هي صفر فاصلة خمسة صفار أو ست صفار ثمانية أو تسعة صفر فاصلة ست صفار تسعة واحد تقريبا فانا بالنسبة لي هذي الأماكن جيدة للدخول في العملة الدخول الآن يعتبر رسك في كل هبوط نحسس فيه الاسبوت تذينكم خلصنا يعطيكم العافية اللي تابعنا والمرأة مرحباكم يعطيكم العافية ومفجي الخير